أعزائي طلبة الطالبات السنوية العامة طلاب القسم الأدبي داريسي مادة الجغرافية أهلاً ومرحباً بكم النهاردة أعزائي بنلتقي في أولى حلقات الوحدة الثالثة اللي بتتكلم عن التكتلات الاقتصادية ومعاها التكتلات العسكرية والأحلاف العسكرية كلنا بنسمع في وسائل الإعلان المختلفة مصطلحات وبعض المفاهيم والمسميات موجودة عندنا في المنهج وللحظ الفصل ده بيربط الأحداث الجارية في العالم دلوقتي بما يرسخ في عقل وزهن الطالب من معلومات ممكن تفيده قدام في حياته أنا لازم أعرف يا جماعة يعني إيه حلف الناتو؟ يعني إيه حلف ورسه كان موجوده النهار؟ يعني إيه تكتلات اقتصادية بنسمحها في النشرات الإخبارية زي الكوميسة زي الإيكوس إلى آخره؟ الحاجات دي كلها موجودة عندي في المنهج النهاردة هنتعرف على هذه التكتلات الاقتصادية وبعد كده في الحلقات اللي جاية هنتعرف على الأحلاف العسكرية يلا بينا الأول نتعرف على التكتلات الاقتصادية يا ترى إيه تعرفها؟ مضمنها؟ خصائصها؟ ومراحل تكونها؟ زي ما احنا شايفين قدامنا كده التكتلات الاقتصادية والأحلاف العسكرية ده عنوان الوحدة التالتة بتنقسم إلى فصلينه التكتلات الاقتصادية هناخد فيها مفهومها مقاومتها أهدافها نمزجها وبعد كده الدرس التاني هيبقى الأحلاف العسكرية يلا بينا نبدأ الدرس الأول وهو التكتلات الاقتصادية المنطق والعقلي بيقول نبدأ الأول بتعريف مفهوم ومعنى التكتلات الاقتصادية ما المقصود بالتكتلات الاقتصادية؟ هي درجة من درجات التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول بس يا زي الدول يا جماعة لازم تكون متجنسة جغرافيا ومتجنسة ثقافيا ومتجنسة اجتماعيا وكمان بتجمعها مصالح اقتصادية مشتركة خلي بالك اللي جاي ده مهم جدا التكتلات الاقتصادية دي ظاهرة حديثة ما هياش ظاهرة قديمة لأن التكتلات الاقتصادية ظهرت على مستوى العالم مع بدايات القانو العشرين بعد الحرب العالمية التانية عشان محدش يفتكر ان هي موجودة زيها زي الأحلاف العسكرية من زمان لا دي ظاهرة حديثة التكتلات الاقتصادية بتسرع الدول الآن على الدخول فيها وخاصة الدول المتقدمة وده تأكيدا على اهمية التكتلات الاقتصادية إذن أعزائي التكتلات الاقتصادية دي عبارة عن نوع من أنواع التكامل والاندماج الاقتصادي بين مجموعة من الدول هذه الدول صعبة جدا تبقى مختلفة في الثقافة وفي الظروف الاجتماعية أو السياسية لازم يبقى بينها تجانس التكامل الاقتصادي بيكمل التجانس ده يعني شرط أساسي تكون الدول دي متجانسة الأول وبعدين يحصل بينهم تكامل وتكتل اقتصادي هذا التكتل الاقتصادي من اسم واضح هدفه هدفه الأساسي هي مصالح اقتصادية مشتركة بس هذه المصالح ما ظهرتش في العالم إلا بعد الحرب العالمية ما خلصت وبدأت الدول تفوق من الأثار السلبية للحروب وبدأت الصناعة تنطلق وبدأت الدول تكبر في التقدم والتكنولوجيا تخزو الخطوط الانتاجية على مستوى العالم هنا بدأ التفكير في ظهور هذه التكتلات علشان يحققوا منها أهداف كبرى يلا بينا نتعرف على باقي خصائص ومزايا التكتلات الاقتصادية خصاص التكتلات الاقتصادية أي تكتل اقتصادي يا جماعة بيشغل حيزا مكانيا على خارطة العالم بيضم دولا متعددة حيث تتكون من مجموعة محددة من الدول كل تكتل إحنا عارفين كام دولة عضو فيه محددين ومعروفين بالإسم التكتل الاقتصاد دايما بيشغل مساحة من الأرض لها حدود سياسية عشان تحدد نهاية الدول الأعضاء طب يا ترى إيه هي بقى مراحل تكون التكتلات الاقتصادية سامى واحد بيقول لي تبدينا أمثلة أصبر شوية الأمثلة جاية هون مراحل تكون التكتلات الاقتصادية يعني إيه إجراءاتها علشان نعمل تكتل نبدأ الأول خطوة خطوة واحد رفع الحواجز الجمركي وغير الجمركية بين أعضاء التكتل أمام السلع الوطنية ومثال ذلك ما يعرف بما منظمة التجارة الحرة يعني السلع والبضايا تروح بين الدول من غير جمال الخطوة التانية خطوة الاتحاد الجمركي بمعنى أن احنا نضع تعريفة محددة أو تحديد تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من الدول خارج التكتل الخطوة اللي بعد كده نعمل بقى سوق مشترك اللي هيتم فيها تحرير تدفق العملة ورأس المال بين الدول الأعضاء بعدها نعمل وحدة اقتصادية ويتم فيها تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول الأعضاء في العلاقات السياسية في النهاية بقى نعمل اندماج بقى في الاقتصاد ويبقى اندماج كامل إذن أعزائي تكوين وظهور التكتلات الاقتصادية على خريطة العالم السياسية لا تظهر فجأة دي بتمر بمجموعة مراحل معنى أن أنا عايزة أعمل تكتل اقتصادي مع دولة جارتي أو مجموعة من الدول أول حاجة لازم أزيل الحواجز الجمركية اللي بنا طيب هنعمل بنا هو حواجز الجمركية تشالت وبنشتري من بعضين طيب فيه سرعة أجنبية هتيجي من بارة اتباع جوه لأ لازم نحط لها بقى تعريفة جمركية يعني مثلا سي لو دولة زي مصر مشتركة في مجموعة تكتلات اقتصادية أو تكتل اقتصادي مع مجموعة دول بنقول القطن المصري حيتباع السبع دول الأعضاء بسعر كذا طيب لو فيه قطن هيجي بقى من الهند ومن الصين ينفسنا ويتباع جوه السوق دي لأ بنحط عليه جمرك عشان نرفع سعره عشان نوفر ميزة تنافسية للسلعة المصرية داخل التكتل دي اسمها وضع تعريفة جمركية ايضا لازم نعمل بعد كده سوق مشتركة وايضا اتحاد اقتصادي وممكن نعمل عملة موحدة بعدها بيبقى الاندماج التام زي عند نموذج حي اللي هو الاتحاد الاوروبي لما عمل العملة اليورو وبقى من اقوى التكتلات الاقتصادية على الساحة العالمية اللي موجودة دلوقتي يلا بينا نشوف بقى ايه هي المقاومات العوامل اللي بتساعد على قيام التكتل الاقتصادي اللي في الحقيقة الدول العربية بتمتلك فرصة زهبية مش بقى قدامها غير التنفيذ بس والايرادة السياسية ان احنا نبقى عندنا كلنا عملة عربية موحدة سوق عربية مشتركة زي الاتحاد الاوروبي ويبقى عندنا قوة اقتصادية نافذ بيها العالم زي اوروبا وزي جنوب شرق اسيا يلا بينا نشوف هذه المقاومات المقاومات المتوافرة لقيام التكتلات الاقتصادية يعني العوامل المساعدة لهذه التكتلات عندي مقاومات جغرافية مقاومات بشرية وتكنولوجية مقاومات اقتصادية ثم عسكرية واخيرا مقاومات سياسية اولا المقاومات الجغرافية بيعد الاتصال الارضي اساس قيام التكتلات الاقتصادية مثل دول كارت اوروبا التي شكلت الاتحاد الاوروبي ليه لانها كلها كلها بيئة جغرافية واحدة متماسكة اما المقاومات التانية هي المقاومات البشرية والتكنولوجية ودي نقف عندها كده وناخدها بالتدريج بالراحة كده يعني ايه مقاومات بشرية وتكنولوجية بقول لي ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة وجود حجم سكان كبير في دول التكتل طب هي في ميزة لما يكون في حجم سكان كبير في دول التكتل طبعا ده بيضمن قيام سوء اقتصادي بينها شوف بقى حجم الطلب والمشتريات والمبعات قد ايه لو السكان كتير وقيام العديد من الانشطة الاقتصادية فيها والحجم السكان الكبير ايضا يعني وجود حجم من العمالة قادر على استغلال موارد تلك الدول خاصة لو كانت تلك العمالة مدربة وماهرة وكل دولة متخصصة في انتاج بعض السلعة ايضا بتساعدني المقامات البشرية والتكنولوجية في ايه ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة تقارب دول التكتل في المستوى التكنولوجي مما يساعد على ان تعم الفائدة على كل دول التكتل ولا تستأثر دولة واحدة بكل مزايا التكتل لوحدها ايضا بتساعدني المقامات البشرية والتكنولوجية في ايه ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة الخصاصة للثقافية المشتركة بين دول التكتل مثلة تشابه العادات والتقاليد ده بيشجع على قيام التكتل وسط مراره لأن التنافر والاختلاف الثقافي بين الدول لا يساعد على قيام التكتلات الاقتصادية بمعنى أعزائي أن عدد سكان التكتل كل ما يبقى مجموعة الدول اللي مشتركة في التكتل فيها حجم سكان كبير مش هنحتاج عمله من بره فهنحفظ على عادتنا وتقاليدنا ويبقى سكاننا كلهم متجنسين ما فيش في وسطنا حد غريب مختلف عندنا في اللون أو في الدين أو في اللغة أو الإعادات أو التقاليد أيضا لو كلنا متعلمين لو كنا عندنا مستوى تكنولوجي لو كنا عندنا تقدم حضاري وثقافة وسلوكيات حضارية متقدمة هيبقى عندنا تماسك سكاني وصعب جدا جدا حد يعمل فتنة أو حد يعمل مؤامرة تطيح بهذا التكتل لأن تخيل لو مجموعة من الدول عمل التكتل وكل دولة لها لغة شكل كل دولة لها عادات وتقاليد شكل كل دولة لها دين شكل كل دولة لها مستوى تكنولوجي دي متقدمة دي متخلفة إلى خيره فين بقى التماسك اللي بينهم يبقى معنا كده أن الحجم السكان الكبير بيوفر عمالة بيوفر طاقة بيوفر سوق وتجانس السكان نفسه في العادات والتقاليد بيدي تماسك وقوة أكتر لدول التكتل يلا بينا نشوف المكومات بقى الاقتصادية وإزاي بتخدم عملية التكتل الاقتصادي المكومات الاقتصادية هي أهم المكومات على الإطلاق لأن الهدف اقتصادي في الأساس ده التكتل اسمه وتكتل اقتصادي تشمل المكومات الاقتصادية ما يعني؟ وبرضو دي هنركز عندها شوية لأنها مهمة جدا يا ترى إيه بقى المكومات الاقتصادية؟ أنا هشوفها متمثلة على الأرض الواقع في إيه؟ واحد الموارد الاقتصادية الأولية أو الطبيعية وهي العامل الأساسي لنجاح التكتلات الاقتصادية ومعناها تنوع الموارد لأن التكامل يقوم أساسا على التنوع وحط عندك كلمة التنوع دي في خانة وعليها دائرة كبيرة جدا وهمة جدا تاني هون العامل الأساسي لنجاح التكتلات الاقتصادية هي المكومات الاقتصادية والمكومات الطبيعية والموارد الطبيعية معناها تنوع الموارد لأن التكامل يقوم على التنوع وليس التشابه حيث أن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول بيكون حافزا لها للدخول في التكامل الاقتصادي مع غيرها من الدول اللي فيها متوفرة هذه الموارد الأخرى أيضا توفر عناصر الانتاج الأساسية ويعني هذا توفر عناصر الانتاج في تلك الدول مثال امتلاك دولة عنصر العمال بينما تمتلك دولة أخرى عنصر رأس المال أيضا توفر البنية الأساسية بقى وهي الطرق ووسال النقل والمواصلات اللي بتعد بحق شريان التكتل الاقتصادي فهي من العناصر الهامة لإنجاح أي تكتل اقتصادي في العالم ومهم جدا عشان تتم عملية التبادل إذن من العرض السابق ده للمكومات الاقتصادية عرفنا أهمية أعزائي وجود الموارد الطبيعية في دول التكتل بمعنى أن تبقى كل دولة عندها مورد من الموارد يعني مصر مثلا عندها موارد طبيعية زي نهر النيل وأرض صلاحة للزراعة ممكن تزرع وتعمر وتزود الانتاج الزراعي والسياحة عندها والأثار ضخمة جدا على عكس مورتانيا في الوطن العربي عندها حديد على عكس المغرب عندها فوسفات روح بقى دول الوطن العربي مليانة بترول وغاز طبيعي السودان نهر النيل أرض خصبة لو تزرعت تكفي أن تكون سلة خبز للوطن العربي إذن أنا عندي مكومات طبيعية هو كل دولة من الدول في التكتل بتاخد نوع معاية من الموارد طب أنا كدولة بشترك لي معهم ليه؟ ما أنا ما عنديش بقى الموارد التانية عندي نقص فيها وعندي عجز فيها فبشترك عشان أكمل يبقى التنوع في الموارد هو أساس التكامل وليس التشابه أيضا عندي البنية التحتية يا جماعة البنية التحتية دي من أهم الخدمات اللي بتقدم خدمة كبيرة جدا جدا وسهولة ويسر وسهولة في التنقل والانتقال والإنتاج سواء حنقل المواد دي من مناطق الإنتاج للتصنيع أو من مناطق التصنيع لمناطق التصدير والتسويق الخارجي يبقى لازم يكون عندي شبكة طرق ونقل ومواصلات زي النهضة العظيمة اللي بتشهدها بلدنا دلوقتي في النهضة في مجال الطرق والنقل والمواصلات والمنشآت الخدمية والبنية التحتية علشان تخدم بعد كده في المستقبل قريب بإذن الله على جهود ومستقبل التنمية الاقتصادية في مصرنا العزيزة يلا بينا نشوف أعزائي كمان المكاومات السياسية اللي بتخدم عامية التكتل الاقتصادي لأي تكتل الاقتصادي على مستوى العالم المكاومات السياسية وهي التماثل السياسي في الأنظمة السياسية ونظم الحكم يعني يبقى كله ياريت ملكي جمهوري سلطاني إماراتي وهكذا يعني كده يبقى تماثل النظام السياسي في الأنظمة السياسية ونظم الحكم بين دول التكتل لأن عدم التماثل واختلاف أنظمة الحكم والأنظمة السياسية ويمكن ده اللي مؤخر شوية التكتل العربي لأن عندنا جمهورية وعندنا ملكية وعندنا سلطانة وعندنا إمارات إلى آخره لأن عدم التجانس ده أحياناً بأحياناً بيؤدي لفشل التكتلات في حياة قيمها المكاومات العسكرية خلي بالك من العبارة اللي جاية بينك سين دي ليست شرطاً أساسياً لقيام التكتل الله تب أنت جايبها ليه أو الكاتب جايبها ليه لا المكاومات العسكرية وإن كانت ليست شرطاً أساسياً لقيام التكتل بس الكوة يعني حلوة أكيد يعني غالباً ليست شرطاً لقيام التكتل حيث يمكن أن يقوم من غيرها التكتل ولكن وجود كوة عسكرية لدى أعضاء التكتل تعد من مكاومات نجاحه واستمراره لأن التكتل الاقتصادي يواجه بالطبع منافسة من الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى وبعض هذه المنافسات بينتج عنها نزاعات قد تستخدم فيها الكوة العسكرية أو يتم فيها حتى التلويح باستخدام هذه الكوة لذلك الكوة الاقتصادية لابد أن تستند إلى كوة عسكرية تحميها يعني ممكن السؤال يجي لي هنا بما تفسر صواب أو خطأ الكوة الاقتصادية والكوة العسكرية علاقة دعم وحماية أو وجهان لعملة واحدة شافي استفسار في عين أحد الطلبة قدامنا بيقول أنا يعني بصراحة مش قادر أمسك حتة علاقة الكوة العسكرية بحاجة خاصة بالاقتصاد إحنا بنقول أن التكتل الاقتصادي شيء في الأساس منافسة اقتصادية يعني فيه تكتل الاقتصادي في كرة وفيه تكتل الاقتصادي في كرة أخرى يعني مثلا تكتل الاقتصادي النفطة في أمريكا الشمالية وهنا نحن يدي اليورو في كرة أوروبا فيه بينهم صراع ونزاع اقتصادي أيضا في جنوب شرق آسيا فيحدث نزاع وتسابق على الأسواق وتهافت الاتحاد الأوروبي عايز يبيع في أفروكيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا عايز يبيع في أفروكيا والدول العربية طب الصراع ده أحيانا ممكن يتطور لإيه؟ لصدام عسكري آه طبعا ممكن يتحول لكده طيب إذا ما كانتش بقى الدول اللي عندها تكتل الاقتصادي بتمتلك قوة عسكرية زي حلف النية وكده حلفه ضخم جدا بيقدم خدمات عسكرية وأمنية لدول التكتل في الاتحاد الأوروبي هنا التكتلات الأخرى بتخاف جدا من الدول دي وبتحجم علاقتها الخارجية عشان عامل حساب وجود قوة عسكرية إذن من الأفضل أن يكون لكل قوة اقتصادية قوة عسكرية تحميها ده بالنسبة للأهمية العسكرية يلا بينا نكمل خصائص التكتلات الاقتصادية اللي موجودة في العالم وبعد كده ناخد مجموعة أسئلة عليها أهداف قيام التكتلات الاقتصادية يا ترى التكتلات الاقتصادية بتقوم ليا جماعة أهدافها متنوعة وليست اقتصادية فقط مع أن اسمها اقتصادية طيب خلينا معاه التكتلات الاقتصادية بتقوم ليه؟ بتقوم على أساس الحصول على مزايا حجم الانتاج الكبير تسهيل عملية التنمية الاقتصادية تنويع الانتاج بطريقة اقتصادية رفع مستوى رفاهية المواطنين تخفيف أثر الصدمات الخارجية والمنافسة الخارجية الطريقة تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيد العاملة بأفضل صورة طيب عندك نمازج ممكن تدهلنا كنمازج حية ووقعية لمراحل وخطوات والنمازج على التكتلات الاقتصادية في العالم سنة 1991 تم التوقيع في أوروبا على معادة اسمها مسترخيد بين دول أوروبا فاتحولت السوق الأوروبية المشتركة اللي كانت موجودة زمان بقى اسمها دلوقتي الاتحاد الأوروبي سنة 1992 تم التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وبسموها منطقة النفطة اللي فيها كندا واليو سي اي وكده ظهور التجمع الكبير الذي يضم معظم دول أسيا والباسيفيكي واللي بيسموه منتدى التعاون الاقتصاد لدول أسيا والمحيط الهادي اللي هو الـ A-B-E-C اللي هو من أهم برضو التكتلات الاقتصادية اللي بينافس الاتحاد الأوروبي سنة 1981 ظهر عندي مجلس التعاون الخليجي سنة 1989 ظهر اتحاد دول المغرب العربي اللي هو ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومورتاني وعملوا عندهم سوق مشتركة أيضا ظهور السوق المشتركة لشرق إفروكيا وجنوبها ومصر طبعا طرف فيها وعضو فيها والمعروفة باسم منظمة الكوميسا طيب الخريطة اللي قدامي دي يا جماعة دي خريطة التكتلات الاقتصادية في العالم علشان نعرف وانحدد موقعها بين كرات العالم لو بصنا فيها كده حلق لها ألوان مختلفة وفيها على الشمال كده تحت الدول الاتحاد الأوروبي بلون ده بيحدد لهو طبعا التكتلات اللي فيها على خريطة عندي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واخدلون مختلف عند الكوميسا بعدها دول اتحاد المغرب العربي في دول الأوبك بتاعت البترول في عندي دول النفتة في عندي دولة ليبيا مشتركة في اتحاد المغرب العربي وفي عندي بعد كده الكوميسا يبقى دي خريطة للعالمة هون ممكن الراجل يجيب لي نقطة على خريطة يقول لي اسم تكتل اقتصادي موجود في شرق أفروك يبقى لازم أعرف الكوميسا لازم يقول لي في أمريكا الشمالية يبقى النفتة وهكذا يعني ممكن الخريطة القدامي دي يجي فيها سؤال حسنتك منها ان التكتلات اللي موجودة فيها الاتحاد الأوروبي مجلس التعاون الخليجي دول مجموعة الكوميسا في شرق أفروكيا وجنوبها دول اتحاد المغرب العربي دول الأوبيك اللي هي منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول ومجموعة منظمة دول النفتة في أمريكا الشمالية يلا بنا أعزائي نتناول مجموعة من الأسئلة والآن مع مجموعة أسئلة عما سبق عرضه في الحلقة نبدأ بمجموعة أسئلة المفاهيم والمصطلحات أولا ما المقصود بكل من التكتلات الاقتصادية هي مجموعة الترتيبات والإجراءات اللي بتهدف إلى تعزيز وتقوية درجة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول المتجنسة جغرافيا وثقافيا واجتماعيا وبتجمعها مصالح مشتركة على رأسها المصالح الاقتصادية تب هذه المصالح هدفها إيه؟ هدفها توسيع تلك المصالح وزيارة التجارة الدولية البينية علشان نحق أكبر عائد ممكن والوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية لشعوب تلك الدول ما المقصود بالمكاومات الجغرافية للتكتلات الاقتصادية المكاومات الجغرافية للتكتلات الاقتصادية بعرفها لما أقول أن التكتلات الاقتصادية بين الدول بتقوم في حيز جغرافي واحد متماسك يسهل فيه الاتصال الأرضي والوحدة الجغرافية الواحدة مثال أن تكون دول التكتل في كرة واحدة وعندنا مثال وهو اتحاد العالم الغربي اللي هو أوروبا وأمريكا الشمالية في حلف عسكري واحد اللي هو النيتو بس دولها في كارتين ما هده حلف عسكري النيتو لكن كل منهما لها تكتلها الاقتصادي المنفصل والمستقل يعني أوروبا في اليورو وأمريكا الشمالية فيها النفطة يعني ظهور هذه التكتلات لم يأتي صدفة ولكن نتيجة وجود الدول في كرة واحد ننتقل أعزائي لمجموعة أخرى من الأسئلة أسئلة التفسيرات بما تفسر تتمتع التكتلات الاقتصادية بخصائص عديدة ليه؟ لأن التكتلات الاقتصادية لها ما يميزها وهي تشغل حيزا مكانيا على خارط العالم تضم دولا متعددة حيث تتكون من مجموعة محددة من الدول بتشغل مساحة من الأرض بالحدود محددة بالحدود السياسية لأعضاء بما تفسر تنوع أهداف التكتلات الاقتصادية لأن التكتلات الاقتصادية لها أهداف عديدة هي الحصول على مزايا الإنتاج الكبير تسهيل عامية التنمية الاقتصادية تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية رفع مستوى رفاهية المواطنين تخفيف أثر الصدمات الخارجية أيضا تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيد العاملة بأفضل صورة بما تفسر يمر ظهور التكتلات الاقتصادية للوجود بمراحل عديدة آه لأن في مراحل بيمر بيها التكتل الاقتصادي قبل ما يظهر ويتبلور كتكتل بيبدأ برفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين أعضاء التكتل أمام السلع الوطنية ومثال ذلك ما يعرف بمنظمة التجارة الحرة اللي مصر مشتركة فيها مع مجموعة الدول الخطوة اللي بعد كده للتحاد الجمركي بمعنى تحديد تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من الدول خارج التكتل بعدها ممكن نعمل سوق مشتركة ويتم فيها تحرير تدفق العملة ورأس المال بين الدول الأعضاء هنا نقدر نطمئن ان احنا نحقق وحدة اقتصادية اللي بيتم فيها تنسيق السياسات المالية والنقدية يعني ممكن نعمل عملة بقى موحدة وكده بين الدول الأعضاء في التحالف الاقتصادي ايضا عندي بقى منتهى منتهى التكامل بقى وهو الاندماج الاقتصادي الكامل ويبقى عندنا تكتل اقتصادي كبير بما تفسر تتعدد صور التكتلات الاقتصادية على خارطة العالم يعني لو طفنا كده في خارطة العالم من كرة الأخرى هللاقي عندنا نمازج طبعا تعال نشوف المحاولات والنمازج كده سنة 1991 تم توقيع دول أوروبا على معاهده اسمها مسترخيد طيب دول أوروبا اللي وقعت على المعاهده دي كان بينها ايه الأول كان بينها سوق مشترك اسمها السوق الأوروبي المشترك طب لما وقعها على المعاهده دي اتحولت بقى السوق الأوروبية بقى اسمها لاتحاد الأوروبي بقى اللي هو الاندماج الاقتصادي الكامل بقى سنة 1992 تم التوقيع على إنشاء منطقة تجارة حرة بتضم دول أمريكا الشمالية وأطلقوا عليها منظمة النفط تعالوا نطير بقى ونروح جنوب شرق آسيا ظهر التجمع الكبير الذي يضم معظم دول آسيا والباسيفيك والمحيط الهادي يعني والذي يسمى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي APAC ده الرمز بتاعه سنة 1981 ظهر عندنا في الدول العربية اتحادين ظهر كل من مجلس التعاون الخليجي سنة 1981 بعدها بثمان سنين سنة 1989 ظهر اتحاد المغرب العربي ثم ظهرت السوق المشتركة لشرق فروكيا وجنوبها والمعروفة باسم الكوميس يلا بنا أعزائنا نتقل لأسئلة المقارنة نسطر كده الورق اللي معانا ونجهز جداود المقارنة عشان تبقى الإجابة كويسة كارن بينها كل من المقاومات البشرية للتكتلات الاقتصادية والمقاومات الاقتصادية تعالوا بنا نتكلم الأول على المقاومات البشرية للتكتلات الاقتصادية نشوف هتخدمنا ازاي في التكتل ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة وجود حجم سكاني كبير في دول التكتل الذي يضمن قيام سوق اقتصادي بينها يعني ما تبقى الدول التكتل فيها سكان كتير هيبقى بينها أسواق وقيام العديد من الأنشطة الاقتصادية فيها زراعة صنوعة تجارة عدين سياحة أصدو كده والحجم السكان الكبير هنا بيعني وجود حجم من العمالة مش هحتاج عماله من برة قادر على استغلال موارد تلك الدول خاصة لو كانت تلك العمالة مدربة وماهرة وكل دولة متخصصة في إنتاج السلع ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة تقارب دول التكتل في المستوى التكنولوجي مما يساعد على أن تعم الفائدة على كل دول التكتل ولا تستأثر دولة واحدة بكل مزايا التكتل ظهرت التكتلات الاقتصادية وما زال حديثنا مستمر على المكومات البشرية ظهرت التكتلات الاقتصادية نتيجة الخصاص الثقافية المشتركة بين دول التكتل مثل تشابه العداد والتقاليد مما يشجع على قيام التكتل واستمراره لأن التنافر والاختلاف الثقافي بين الدول لا يساعد على قيام التكتلات الاقتصادية بينها يلا بنا ننتقل بقى للمكومات الاقتصادية ونشوفها إزاي هتخدم جهود التكتل الاقتصادي بين الدول الموارد الاقتصادية الأولية أو الطبيعية هي العامل الأساسي لنجاح التكتلات الاقتصادية ومعناها تنوع الموارد لأن التكامل يقوم على التنوع وليس التشابه حيث أن عدم توافر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول ده بيحفزني ويشجعني أن أنا أشترك وروح أدخل في التكتل والتكامل الاقتصادي مع غيري من الدول علشان أقدر أوفر هذه الموارد اللي عندي عجز فيها يبقى التنوع هو أساس التكتل ولا سالختلف أيضاً توافر عناصر الانتاج الأساسي ويعني هذا توافر عناصر الانتاج في تلك الدول مثل امتلاك دولة عنصر العمال بينما تمتلك الأخرى رأس المال توافر البنية الأساسية وهي الطرق ووسائل النقل والمواصلات اللي بتعد بحق شريان التكتل الاقتصادي فهي من العناصر الهامة لإنجاح أي تكتل اقتصادي في العالم لإتمام التبادل والتكتل بينهم وإلى هنا أعزائي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة نتقدم لكم أنا وقسة البرنامج بخالص التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر